صدمة فريدة في جمال وسهيل بيبتز صمر وبيهددها وبياخد منها فلوس وكمال بيشتغل ودراعه واجعه كل ده على شرخات الرواية ده وتعال نشوف أحداث لحلقة 53 من مسلسل حيرة وإيه اللي هيحصل فيها وتابعوا نهاية الفيديو في البداية صمر بتروح تتكلم مع الصحفي وبتقوله كامل شغلك قال لها المبلغ اللي انت طلبها ده كبير جدا ممكن ما يدفعوش قال لك له مالكش دعوة انت المبلغ ده لازم تطلبه منه وتنتظر ان هو يده لك وطبعا ليك في حاجة بتسمع الكلامه بس سهيل كان مرقبهم وشايف صمر وهي بتتكلم مع الصحفي وبيتهدده وصورهم كمان وتأكد ان صمر هي اللي تابع الصحفي اللي هي بعتته لعدنان علشان يساومه وياخد منه فلوس روايدة بتروح كمان على البيت وبتطمن عليه وبيقول لها حاجة بسيطة بس وقعت من على السلم جمال بيشوف حالت بلقيسه بيقولها أساعدك في حاجة قالت لا طيب أشان خطر أخويا بس قالت احنا مش محتاجين حاجة شكرا لك سهيل بيروح وبتخارق مع الصحفي وبيقول له مين اللي قالك تروح لعدنان وتعمل فيه كده سمت بتروح لعدنان وبتقول ان هي خفضت الفلوس اللي طالبها الراجل شوية مش كتير بس ها ساعدت بيشكرها عدنان جدا ولولاها ما كانش حصل حاجة زي كده وجمال بيودع كمان وبيقول له لو محتاج أي حاجة كلمني على طول ومنلاقي بعد كده عدنان بيتصل بسيف وبيقول ان صمر خفضت الفلوس ولازم ان احنا نجيب الفلوس دي ونديها للرجل قبل ما يفضحنا وبيشكر صمر كتير جدا سهيل بتروح لبيت وبتلاقي كمان وبتسأله ما لك قال لها قوعت مع السلم قالت له انت كدابي انت شغالة عالتال وانا عارفة كل حاجة قال لها طيب الكلام ده بيني وبينك اوعي تقولي رواية ده حاجة منلاقي بعد كده بتصر فريدة ان هي تلبس وتروح فعلا يمكن تلاقي جمال هناك وتكلمه ويرجعه لبعض وتشوفه اذا كان لسه فاكرها ولا لأ بتلبسه وتتمكيش وبتزبط نفسها علشان تروح جمال فعلا بيروح المكان ده وبيشوف واحدة من بعيد شبه فريدة بفقرة هي بيقعد في المكان الرجل بيقوله انت قلت انك انت لغاية الحجز ما حجزناش طاولة ممكن يعني ثانية واحدة هي أستاذة فريدة جاية قال له اخرص انت وراح قاعد في مكان وفضل يشرب واسكر بينما بنشوف بعد كده مديحة ويسيف بيزوره كمال وبتبقى أمه الآن علي جدا وبتقوله بقى على اخر الزمن تروح وتشتغل عالتال طبعا كان صدمة قوية لروايدة حاجة زي كده لانها ما كانتش تعرف ان هو شغال عالتال وطبعا مديحة بتقوله يا رب بس اختيارك ده يكون كويس يا رب اللي انت بتعمله ده كله يكون نافع في النهاية وطبعا الكلام ده كان جارح جدا لروايدة والأمها ولايتها جمال بيفتكر السنة اللي فاتت لما جاي هنا مع فريدة وكان بيحتفلوا بالذكرى السنوية لحبهم اما مديحة بتبقى متضايقة جدا من تصرفات ابنها اللي بيصر ان هو يقعد في نفس المكان وما يمشيش وانه مبسوط جدا بالشغلانة دي من لايه بعد كده فريدة كانت رايحة تتكلم مع جمال لما نقيته قاعد ومفروض ان هو مستنيها يعني لكن مرة واحدة بتيجي سمر فبتدرع على طول اما مديحة فبتمشي وبتسيب ابنها وفريدة بتبص على سمر وجمال من بعيد سمر بتقول انت لسه فكرها ولسه بتحبها قال ايوة هنا بدأ حبنا قالت له انساها بقى وانا حخليك تنساها ولازم تنساها اما روايدة فكانت بتعيط وبتقول لي كمان بقى تشتغل كده علشاني قال له انا مستعد اشتغل اي حاجة علشاني كالمهم نكون مع بعض دي اهم حاجة عندي اشتغل اي حاجة اهم حاجة ان احنا نعمل بيتنا ونتجوز قريب اما سمر بتقول لجمال اللي كان منهار وبيفتكر فريدة وان هو مش قادر ينساها قالت له انا عرفت المكان بتاعك ده من عم مديحة وجيت علشان اخدك منروح ولازم تتخلص من حبك ده ولازم تنساها واسرع وقت ويلا بدأ نمشي وفعلا بتاخده وبتمشي وفريدة بتجري بسرعة وبتستخبع علشان ما يشوفه اش وقفة وبتفتكر اللي حصل زمان في حريق البيت لما اخدت اختها وهربت وبيجي بسرعة عدنان وبيتكلم معها بتتخط بيقول لها يا خفتي قالت له انا مش بخاف بالسهل يعني قال لها انا مشكورة جدا علشان وقفتي جانبي وروحتي للصحفي وتكلمتي معاه وساعدتينة صحيح كلمتي بباكي في موضوع الشراكة قالت له اي واي وا طبعا كلمته بعد كده بيجي كمال وبيقول لابو ان هو حصل على عقد المستشفى وانه لها كل حاجة وبيتصدم بعد كده جمال بنشوف بعد كده روايدة بتكلم وما متحق وبتقول ان هي مش لقية وظيفة لايئة وما فيش فرص مش عارفة تعمل ايه ولازم يعجروا المتجر علشان خطر يبدوا يشتغلوا وكمال طبعا تعبان بايده ومش قادر ان هو يشتغل بس هي لازم تساعد ولازم تدعمه بيقول لها بعد كده ان احنا لازم نتجوز قريب لكن بتقول له انا عايز اتكلم معك وقولك لأجل الموضوع لان يعني الماديات مش قد كده وانت ايدك بتوجهك ومش هتشتغل وانا مش لقية شغل لكن كمصر ان الزفاف يحصل في معاده سعاد بتحكي لي وسام عن اللي حصل وان كمال براح علشان خطر يشتغل في شركة هندسية وتردوه وبيشتغل عالتال ونلاقي بعد كده عدنان بيتكلم مع جمال في موضوع الشغل بعد كده بتوصل رسالة لصمر الرسالة دي عبارة عن صورة الصورة اللي بينها وبين الصحفي وبيبعتها لها سهيل علشان خاطر يبتزها بتتخط وبتسيب التليفون وبتمشي وهي متوترة بعد ما بتكب الشيعة نفسها جمال بيبص وبيلاقي الصورة اللي بينها وبين الصحفي بيتصدم بينما روايدة بتقول لي كمال لازم لأجل الموضوع شوية اللي ما تفكرش في حاجة ولازم زفافنا يبقى في معاده هند بتتكلم مع وسام انهما لازم يعملوا اي حاجة وانهما دلوقتي بقى حمال وبقى عدال ولازم ان احنا نقف دايما كده وراه علشان خاطر ما يتجاوز روايدة ابدا لكن طبعا كمال كان صعبا على وسام وهند بتقول له ما ينفع شي صعب علي يلا بنا نروح علشان يشوفه بيعمل ايه ومديحة بتتكلم مع سامر في موضوع الكاتالوج اللي فيه فستين الزفاف علشان تختار منهم واحد وسعاد معها بعض الحاجات بتاعت فريدة وبتقولها مديحة ارميهم في سلة الزبالة وبتزعق لها بنشوف بعد كده ان جمال بياخد الرقم اللي موجود على تليفون سامر علشان يتأكد منه وصامر بتروح وبتقول ان هي عندها معاة دروي وحتروح دلوقتي علشان خاطر عندها ايد ميلاد واحدة صاحبتها او حاجة زي كده لكنها بتروح علشان تقابل سهيل علشان عارفة ان هو اكيد اللي بعت لها الرسالة والصورة دي وانه عايز يبتزها بينما روايدة بتروح مع كمال وبيصر ان هما ياخدوا المحل ده وكمان بيدعمها وبيقول ان هو حيرجع تاني للشغل والامور حتبقى كويسة بينما فريدة بتفتكر جمال لما راحت المطعم وشافته مع صمر وكانت متضايقة جدا وبتعيد وبتتكلم مع سهيل وبتقوله على كده وبيقولها لازم تغذي قصد من الراحة ويتنامي شوية وتبطل تفكير بنشوف بعد كده بلقيس بتتكلم مع روايدة اللي كانت بتذاكر لانها كانت بقالة فترة مذاكرتش وبتقولها ان الفاتورة بتاعت الكهرباء دفعها جمال وطبعا احنا مكسوفين جدا منه بعد كده بتطمنها امها ان كل حاجة هتبقى تمام وبتروح صمع علشان تقابل سهيل وبتقوله انت اللي باعت الصورة صح قالها ايوه انا عرفت كل حاجة وان انت بتفقى مع الصحفي علشان تغضي فلوس من عدنان والفلوس دي انا ليه فعى نص وعلى فكرة عندي من الصور دي كتير وممكن ابعتها لجمال واقوله على كل حاجة لو ما بعتليش نص الفلوس اللي انت اخدتها من عدنان وبيهدتها بينما هند بتروح وتتكلم مع روايدة اللي كانت وغدى اكله رايحة عندي كمال اللي كان شغال بيشيل مع العمال وبتقولها عجبت كده شكله عجبت بيعمل ايه في نفسه في الاخر سب الشركة بتاعته وبيشتغل ايه بيشتغل شيال عجبت شكله كده كل ده في سببك انت انت اللي عملت في كده كان زمان دلوقتي قاعد يناج في الفلع عند اهله وبيشتغل احسن شغل وطبعا روايدة حاسد بالزن بتجاه كمال وبتروح له وبيستقبلها وبيعودوا مع بعض يكلوا بينما منشوف بعد كده ان سهيل لسه بيتكلم مع صمر وبيبتزها وبيقولها ان هو ممكن يقول كل حاجة لجمال وكمان يوريه للصورة وان انت كنت متفقى مع الصحفي علشان توقعه عدنان وان الاستوانة معاه وكمان الفيديو بتاع عدنان والصورة ليها وللصحفي مع بعض ويبتزها علشان ياخد الفلوس ولما قلت لما تقولش لجمال قالها ايه حابتي بعد اللي عمله فيك حابتي المفروض ان هو يبقى ابن القاتل روايدة بتوضع كمال اللي كان بيشتغل وبيعاني وهو دراعه لسه بيوجعه وبتمشي جمال موجودة عند بالقيس وبتقول ما كانش ينفع ابدا انك تدفع الفطورة قال لا احنا اهل ولازم نساعد بعض روايدة راجع البيت وبتعايت وبتبكي بعد ما بتشوف كمال في الحالة دي بيشتغل وبيتعب جدا وبتروح البيت بتلاقي جمال وساعتها بيحاول يهدوها لانها كانت بتعايت بتغيطوا بتقول ان كل اللي بيحصل لكمال ده بسببها هي وانها المفروض ما تلاش تعمل في كده لكن جمال بيحاولي ساعتها بيقولها ان انا حساعدكم اذا كنتوا عايزين تشتروا المحل ده عشان تشتغلوا فيه انا حاشتريه معاكم اسمحوا لديكم فلوس وساعتكم كمال هو اخويا لكن روايدة قالت ماشي بس على شرط يكون دين علي وكمال ما يعرفش بيء الفلوس دي لانا تدين الفلوس دي علشان قاطر نشتري بيها المحل عشان نبدأ نشتغل لكن ده حيبقى دين علينا بيقولها ماشي يلا بينا عند المتجر علشان نشتريه وبنشوف بعد كده بيروحوا فعلا وبيشتروا المحل ده علشان يبدأوا يشتغلوا فيه جمال بيساعد بالفلوس الفيديو بيخلصوا ده كان ملخص لاحداث الحلقة 53 من مساسة الحيرة يارب الفيديو يكون عجبكو واشتركو في القناة علشان يوصلكو كل جديد بنزله اشوفكو على خير من مساسة الحيرة احبكم كل شهواية باي باي